فقدوا وظائفهم ولم يعد لهم راتب أو حقوق فتوجهوا نحو الاهتمام بها ومع فقدان الموظفين لأعمالهم ازداد التنافس بين زراعة القات والعناية به وبين المزرعات الأخرى كثرت أسواقه وزاد متعاطوه معتقدين أنهم يتخلصون بهذه النبتة من متاعبهم اليومية وما خلفته الحرب في الجهة المقابلة من حقول القات تحاول زراعة البن أن تزدهر وتعيد جزءا من علاقة اليمن بالقهوة وطبقا لصحيفة بريطانية فقد اقتلع الأهالي في منطقة حراز الآلاف من أشجار القات وقد وصفت صحيفة الجارديان الاهتمام بزراعة البن بأنه عودة إلى زمن الآباء الأولين وسفروا نحو أزهار هود اليمن القديم ويعود التنافس بين القات والبن إلى القرن السادس عشر الميلادي حيث دخلت شجرة القات إلى البلاد الذي كانت تزرع البن وتعرف به لتتحول إلى مزارع للنبتة الجديدة ويستنزف القات قرابة أربعين في المئة من مياه الري وكل حزمة تكلف حوالي خمسمائة لتر من الماء وفق تقرير سابق لوزارة المياه والبيئة ويقول مختصون إن الصنعاء قد تكون أول عاصمة في العالم تجف فيها المياه تماماً والسبب في ذلك نبات ما زال ينمو على أطرافها